اشتركوا في القناة 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 وما بتنخرجو بالمكونسة خالتي يا مينا دارت البطاطا فوق الجمار بصحنا راني نشوف الفلفل يادراء خالتي يا مينا هاد الفلفل كش نديرو له؟ قد ندير الماء في الـ قد ندير فيها الماء طيب قد ندير هالما موسيقى 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 الطريقة سهلة سيدتي الكريمة درنا الفلفل في نفس الجمر اللي درنا فيه البطاطا ما زلنا متواصلين معكم مع زينا المشاهدين ودايما نذكركم ما الميضوع التيعنا اليوم هو الشطابة التيع الدوم يوم على قلنا عزينا المشاهدين نىعاو نقول بسي الخير عليكم ونرحب بكم في حصة صنع التزمان والموضوع التاعنا هو الشطابة والمكونسة التعدوم يلا بعد ما خلينا خالتي يمينا تبريبارينا الفطور واللي هو طبق تقليدي وغادي ناكله مع بعض اليوم نولي الحجة خيرا باش تولينا كيف هن نصنع الشطابة واش خالتي خيرا السلام عليكم انا نضفر في الدفيرة باش نشد الشطابة يلا خالتي خيرا انا لما كنا نويك في الجبل نحينا هادي يلا هحكي لنا شوية مشيت نحيش الدوم من الغابة مشيت الغابة ونحيت الدوم وعمت باش درتها تيبس السنة خالتي خيرا لا نريدinate الدوم كم فيها الشوك راني نشوف باللي دروك ما راش فيها الشوك انا لنقيتها بالخدمة كما راكت تشوفي سيدات الكريمة التغيات من هنا الطريقة سهلة جدا هذا ما راكت حاخ battles حاك ده باش ما تكونش خاطر عليك لما تكونسي بها هيا أعزائنا المشاهدين ما نحتاجه لها للشناوة ما نحتاجه لها للماتريال ما نحتاجه لها للآلة الكبيرة غير خدمي والدم تعربي سبحانه وتعالى صنعتنا تقليدية جدود اللي خلوها لنا جدود هالي صنعتنا وهذه حرفتنا وخدمتنا هذي هذي نخدموا بيها نستعملوها وعيشنا بيها دراري هذي نخدموا بيها ونبيعوها كنا نبيعوها ونبيعوه من الصلحة ونبيعونا نخدموها الدوم عندنا شحان نصنع بيها عندنا بيها القفوة عندنا بيها كل حاجة نخدموها بيها غير بالدوم يالله خلتي خيرا من بعد ما تنحي الشوك واش ديري نديرها تيبس يالله باش نعود ونذكروا المراحل اللي نمروا بيها باش نصنعوا نكونسة ع الدوم سهلة مهلا اول حاجة نديروها نروحوا للجبل ننحيو الدوم ولازم يكون عدنا منجل لما نجيبو الدوم نقلعو منها الشوك هاداك ولما نقلعو الشوك نديروها تيبس رانا واصلين لحد الان نزيدو نواصلو معا خالتي خيرا وهي تفهمنا اكتر رها يبسة ذرويك نجيبها ونحطها هنا رها ننقيها هكسا ننقيها ونجمحها هكسا حزن يالله عزانا المشاهدين الدوم لما تنشف تعطينا هات الشكل رها يبست نحزمها هكسا نديرها حزيمتها نشدها كما رها هكسا سيدتي الكريمة بعد ما تنقيها وتيبس تديرها هكا مجموعة من حبات التعدوم وتحس بهم مع بعض بالحساب بالحساب قلت لك خالتي خيرا لازم يكونوا قع كيف كيف اما تديرو عشرين عشرين ولا ثلاثين ثلاثين ولا خبسة وعشرين خبسة وعشرين باش ما تجيش وحدة كبيرة على وحدة بالحساب باش تجيك كيف كيف نشدها هكسا نحزمها كما رها هكسا يعني الأمور سهلة وبسيطة جدا جدا ندرك كيما رها هكسا نحزمتهم هاشو هادو راه درك متخديسهم هكسا نحزمتهم هكسا نقدهم هكسا كيما رها هكسا كيما رها هكسا جيش وحدة كبيرة على وحدة خلاصة خالتي خيرا هكا نكونشو بها نحطها وندفر لهذا لقد دفيرة باش نحزمها هادي دفيرة هكسا بالحلفة نحزمها هكسا ندفر في الدفيرة درويك يلا عزينا المشاهدين ندل وسائل المستعملة باش نخدمه الشطابة التعدوم لازم تكون عندنا الدفيرة والدفيرة نخدمها بالحلفة هكذا خالتي خيرا بالحلفة هكذا خالتي خيرا تمديرين سيبالك نعرف نتعلم الصنعة يلا شا تديرتشو الميكرو يلا سيدات الكريمة نحاول نتعلم الصنعة هكذا على الاقل يلاطحت أمبان ولا را عندي حلفة في الدية هاي الحلفة وراني نشوف باللي هاد الدفيرة هي نفس هاد الدفيرة اللي يديروها في الشعر خالتي خيرا نفس الشي كنا ندفروا الشعر على ثلاثة ندفروا الدفيرة على ثلاثة يعني خالتي شعر رفدناها من الحلفة من الحلفة قلت لك خالتي خيرا عدنا ثلاث أجزاء نقبضوا الجزء الأول نديروه هنا ونزيدوا نجيبوا الجزء الثاني على ليسر وعلى ليمن نديروه هنا سمحي لي خالتي خيرا هذا الولة للمون. الزوجة على اليسر على نم 지금 يعني satu لمون وحدة coalition وحدة فتناجع معها كلمنا فإن أر cheap صنعت زمان تقاليد حربة الوطان ماضي ويعود صنعت الجدد أهل الحربة قرم والجود يلا ها خالتي خيرا مدام ذكرتني بالأغنية تعلجنيريك نحيي المغني الياس رياحي اللي غنانة الغنية تعلجنيريك أنا كملتك والدفيرة هاركو تشوفوا كما دفيرة تفرتها هذي تفرتها بالحلفة هذي بالحلفة هكتا تفرتها كملتها هذي كاني مشانش مكونسة مصرحة يلا هنذكروا نذكروا دايما خالتي خيرا من بعد ما كملنا الضفيرة اللي ها يديركي تشوفيها السيدة الكريمة ساهلة مهلة مخدومة غيب الحلفة وكنا نتضفروها نتضفروها على ثلاثة على اليمناء وعلى اليسراء تعطينا هات الشكل من بعد نرفضوا الحزمات اللي خدمناهم كانوا عدنا زوج أسجاء كل واحدة فيها عشرين عشرين ولا خبسة وعشرين خبسة وعشرين ونزيدوا نتواصلوا مع خالتي خيرا اللي رايحة تفهمنا أكتر كيفاش نخدموا الشطابة تعدهم تفضي خيرا دعوون كانو مشين حزمهم ها شوف يلا خلتي خيرا ضوري هكدا الكاميرا شوف يلا عزة واني لمشاهدين حبسكي ما راكى خالتي خيرا حبسي هنا راكى حبستي لي مخي راني نشوف بلي استعملتي يديك ورجليك فاهمين ها نمشا ها شوف ها شوف كيفاش نكسلها باش تتمشيلي نزيّرها ها شوف يلا عيزة على المشاهدين ما كان لا آلات لا تكنولوجيا لا رياضيات رجليها ويديها كيمار راكم شوفوا عيزة على المشاهدين الخيط من جهة ثبتاتوا في رجليها ومن جهة واحدة أخرى ثبتاتوا في المكونسة هاكده باش يكون عندها لفرص باش تجبد المكونسة يعني هاكده نحزن فيها ونزيّرها باش ما تنحلش هادي الظلفة تسقطع والشد هادا ما يسقطعش سعى استمحي لي خالتي خير أنت تاني ركي صحيحة أنا لو كان نجي نجبدها ما نقتش الله يبارك هايا هادي صنعتنا وحرفتنا متقالي بتاعنا هايا عزب المشاهدين طريقة سهلة هدا هو الشي اللي كدير في خالتي خيرا لوات الحلفة على اليد تاع الميكناسر درويك نعاود هاكي تدخلها يالله عزب المشاهدين لاني نشوف باللشطابة تقسمت على زوج ودورنا الخيط تاع الحلفة ها شوف ها شوف ها هي دائما استعمال الأرجول باش نتبتوا مليح مليح باش نزيروها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سهلة مهلا ها هي يا الله عزب المشاهدين باش نزكيوا الفكرة التاع الحاجة خيرة سهلة مهلا من بعد ما جبنا الدوم ودرناها على زوج أزاء لوينا عليها الخيط نتاع الحلفة يالله ما نشعرف إلا عندك إضافات الحاجة خيرة ها ها دي هي ها دي كنا نستعملوها نجيبوا الدوم ها دي هي فاي نقول لي ما عنا شي خدمنا بيها ونبيعوها نديوها السوق ونبيعوه نشريو الدقايق لولادنا ونشريو الخبز لولادنا ونشريوه كل مهي حاجة لولادنا هذه يستعملوها ونجيبوا ندرهم هذه هذه فيها صنيعة بالزاف The correspond ها دي هي فيها صنيع فيها صنيع بالزاف هذه الصناعة جدود سيديها البلاد قتلكم خيرا سيديها ما تسمحوناش في الشطابة وفي الصناعات التقليدية أو بركو ما تقلقونا في الحجة خيرا سيدي عفونا من الباليات ومن البلاستيك وما رحنا ندور ورحنا الصناعة ما تكملش بارك الله فيك خالتي خيرا شكرك جزيلا شكر أنا على بالك اللي نشمو حدري حارها تجي من نام الله الله نمشي ندير دورة عند خالتي يمينة نشوفوا شارها الدين نعود نيجي عندي ومعلمة مليينة ندير دورة عند خالتي يمينة نعودك ركي قاعدة في هذه النرانة يا الطبط يا مرحب السيف لازم نصبره هذه الطياب هذه حرفتنا حنا لم تأتشفح للهجاتنا عادي الشباب اليوم مبتعلك كل شئ جاكم واعرا حنا زفين الجاني سهل قال امشي لديك حباثوا باطاطين شوا لكي نأكل بكلم شوية يالله خالتي يا مينا ها حكينا وشاركي دائرة النار بدأتكم البطة مرقعة في القبوش صحية وعلى القبوش وعلى النار كتشوف النار على الاخر البصلة وطماطيش ففل الحمر اللي بتاعنا تعمل مدقوق زيت زيتون الملح بالكحلى شوية سكنجبير هي الطبق تاعنا اللي نديرو احنا يا تعيومي تاع المرأة الريفية وشوية تكم الفلفلة على الجمر هاني شوية تكم الفلفلة على الجمر ندقوه ونديرها لكم زيت زيتون والملح ندقوه 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 الفلفل مدقوه ندقوه بكل شي ركتوف حتى القصع عود واليد عود هادي رزامة ندقو بيها مع الطماطيش وندلكم بالملح والزيت ان شاء الله غادي تكونوا كل شي ماكلة صحية بإذن الله وانتمنى هاد الأكلات تقليدية مين قردوش وانتمنى والبناتها اليوم يصبروا للنار كما احنا صابرين تهوا ما يديروا حاجاتها تقليدي وهذه هي وجدنا عليها جدادنا والأب والدينا المكونسة دوك طلعنا للجبل وروح جبدنا الدوم أنا والحجة خيرة وانتمنى تخدم المكونسة وانا نوجلهم الفطور وحتى هنا نخدم المكونسة البنات يخدموهم مع الناس بزاف اللي يخدموهم شباب تاني شباب حتى الولاد يخدموهم شي غينسة هادي هي يلا أعزئنا المشاهدين في انتظار الفطور باش يضيفن نقولك فاصل ثم نتواصل أهrab مان eben أعزئنا المشاهدين وكما نذكر في حصة صنعة الزمان والصناعة تعلنا اليوم هي المكونسة فلا أعزئنا المشاهدين المكونسة تعلنا ره وجده الفطور تعلنا ره وجد رأي نشوفaluك الكدهم البطata الله يبارك رероكة الدعوي الجذب الفلفل التريد البطاطة بفرمود واش خالتي يا مينا واش شهادة سيد الخير قاع والحمد لله المرقة على الحطاب الفلفل شوينا في الجمر شوينا البطاف الرماد درنا لكم الخبيز الاخر فلفل دقينة بزيت زيتون وكل شي بزيت زيتون التريد المسمن زيتون طمر الخبز المطلوع على الجمر الحمد لله البن في الشكوى الله يحفظك برك الله وفيك خالتي يا مينا قبل ما نبدو نفتر لماذا بي ينصق سي خالتي فاتيحة واش خالتي فاتيحة إنتيها في المنزل تكونسي بالبالي والا بالمكونسة بالمكونسةنكنس بالمكونسة والرش بالماء الرش الطرف بالماء ونكونس بالمكونسة ونعمر في القفا وننجي علاش اب نات اليوم رحم يكونسوا بالبالي فهمين يضب راسك احنا كل شي نديره بالماء وبالطرف ورحنا صحاح وغاية لغاية الحمد لله الحمد لله سيد الله يعطينا غيره ناسه يجب أن يكونوا خيراً لماذا لا يكونوا شيئاً من المرد وظهرهم يجعوهم كيف يكونوا خيراً هذه رياضة وهم لا يكونوا خيراً لأنهم يكونوا واقفين ودائرين الواكمين في ودنهم والبالي في يديهم لا يكونوا خيراً ونحن نحن خدمة تقليدية الولد في ظهرنا وش طبه في يدينا الولد راح في ظهرنا وش طبه في يدينا وكل صلمة حرشو جري حتى اعتراب والحالات كيش دايرة ومحطوطة ونسعونا خدموا بالمستلحة هذي هيا فاين وما يبقاش الخمل وما يبقاش الحشلوف وما يبقاش وصنعتنا هذي هيا فاين يا الله خلت يا مينا وش نقول لك شكراً جزيز شكراً بارك الله وفيك احنا محنش طالقينك ومحنش خارجين منا من بني زيداس حتى نبدو قع الصنايع مرحبا بيكم ان شاء الله تديو كل شي ان شاء الله انتو ما الصنايعية اللي راكم تشوفو فينا وراكم حابين الصناعات التقليدية تاعكم تنحياء من جديد وراكم حابين ننجيو عندكم معليكم غير تتصلوا بالرقم اللي راه اسفل الشاشة عزقنا للمشاهدين نتمنى تكونوا استمتعتم معنا في عدد اليوم نتمنى تكون عجبتكم الصناعات تاع الشطابة طبابا بقى ليغى نقولكم بقوا على خير والله يعطيكم الخير يلا خلتي يمين السر بي الله يلي جعان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة